اللي بيصير الآن اللي حاصل اليوم في مصر في الساحة الغنائية مع ظاهرة أغاني المهرجانات هذه التوقيفات هذه المناوشات تصريحات هل تعتقد هذا أيضا صراع أجيال؟ لا أنا شايف أنه أنا ضد الإقافي أنا ضد الإقافي داقية موسيقى جديرة طلعها ونكحة جدا نكحة نكحة باري أنا يعني أنا كمنسبة لنا إزاي نافس إزاي نافس مش عاجبك إيه زرارك قيام دي أغنية أنا ضد الإقافي وعدينك حين جدا والصراحة أنا مشخص عليهم يعني بكون في حفلة وكده بتحبوهم بحبة يعني ممكن أغنية تهز مشاعرك وفي أغنية تهز جسمان بس الجسم دي بتهز جسمانية لأي مشكلة إزاي الرئب زي الليب هوب زي الفانك صح معظم هذه الأشكال رقس دانسينج لا وحوربت في البداية وبعدين ناس ملت تتقبلها هل ممكن نقول أنا عندك أنت منطق يعجبني صراحة أنا عندك ديمقراطية في الفن طبعا عندك هذه المقولة وتعجبني لأن نافس ما في فن أساسا على مدى التاريخ البشرية تم إيقافه من خلال رقابة أو من خلال عمل ردعي أو أخش يعني ما تقدر تلغيه أخي شعط في المضبخ أغني أو في حشاك التواليت أو يعني أغني 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 بصد الصود أعرف أغني أحد أمناني أنت عتمنع ظهورها فقط بس هل ممكن نعتبرهم أن هم هذا الشكل الجديد يمكن من قبل خمس سنوات تطلعوا بشكل معين لكن نحن نشوفهم الحين أنهم قاعدين يتطورون أيضا بنت الجيران هي أغنية جميلة الأصوات ممكن في بعضها أصوات جميلة لا أنا لا أتكلم على الأصوات أنا أتكلم على شكل غنائي ليس أتكلم على الأصوات في أصوات حلوة وفي أصوات وحشة وفي كل جيل في الحاجات دي حقيقة بس أنا أتكلم على شكل غنائي مختلف وتطوير المقسوم المصري يعجبني حقيقة أنزل تحس أن هذا الشكل راح يتطور أكيد ويحصل فيه استعاب وفهم وزي يتقدم بقى بصورة يعجب كل الأزواق هما لسه يعني هما بتهجموا كتير صراحا وأنا ضد المنع المنع ده سلوب الضعيف اللي ما عنده شيء يقدمه اللي ما عنده شيء يقدمه بيهجم ويمنع لكن أنا مثلا كفنان أعمل غنيات نفس